طيب نشوف الدكتورة فايزة اتفضل يا دكتور السلام عليكم يا دكتور لما بعلم للطلبة خيز او امتحان اونلاين لازم علشان النتيجة ترصد لازم ادخل على اسم اسمه كأن انا اللي بدل ارسال للنتيجة للطالب ايه اللي يخلي اللي متحان يتعلم لوحده والنتيجة تتبعت على طول اه ليه بقى لان حضرتك في اعدادات الاختبار اه هنوضح لحضرتك على الاعدادات شايف حضرتك صفحة الاعدادات لما تنشئ الاختبار لابد ان في صفحة الاعدادات تاخد بالك من ايه الجزئية بتاعة الجزئية دي ده حديدا حضرتك عينة المؤقت اهو هنعين المؤقت وبعدين جيتي هنا قلت والله الطالب هيقضي على الاختبار ستين ديئة كويس وبعدين سبتي ايقاف تشغيل لا بعملها تشغيل بعملها تشغيل خلاص يبقى النقطة الاولانية كده انت عديتي منها نخش على النقطة التانية النقطة التانية ان الفكرة ان حدك بتعملي تاريخ استحقاق اه صحيح اه على تاريخ الاستحقاق مشكلته ان الطالب اللي هيدخل بعد الوقت هيدخل بس هيبقى عليها علامة متأخر علامة متأخر دي هتظهر العلامة البرتقالية اللي هي باسمها يحتاج الى تقدير يبقى اذا الحالات الحالات اللي بتخلي السيستم ما يرسودش الدرجة للطالب مباشرة هي الحالة الاولى اللي انا وضحتها لحضراتكم دلوقت ان لو حضراتكم ما عملتوش تشغيل وعملتوا ايقاف تشغيل ايقاف تشغيل دي يبقى لازم حضراتكم هتدخله على محاولة محاولة وهتوقع وفي حالة بس في حالة ايه في حالة لو الطالب اتأخر عن الوقت المحدد لتسلم المحاولة يعني ايه الطلاب اللي سلموا المحاولة يعني هدم بسان الطالب هيبتدي الساعة 10 وهيخلص الساعة 10 وخلص الساعة 11 اي طالب بدأ الساعة 10 وخلص الساعة 11 كده خلص السيستم ما يدوره الدرجة بتاعته الطالب سلم بنفسه الساعة 11 لكن الطلاب اللي مسلموش لاختبار الساعة 11 وفضلوا للساعة 11 وكم ساعة 11 ونص هتقولوا ليه طبعا ازاي ده احنا مديدوله 60 دقيقة لان حضرتك سويت إيقاف تشغيل إيقاف تشغيل لإيه شوف الكلمة اللي فوق إيها كده حضرتك إيقاف تشغيل إرسال تلقائي هو يعني إيه مين اللي بيرسل السيستم بيرسل إيه محاولة الطالب بيرسلها إزاي بيرسلها تلقائيا يعني إيه تلقائيا يعني الطالب بدأ الساعة 9 لازم الساعة 10 يكون سلم المحاولة طب الطالب بقى ما سلمش المحاولة هو طبعا معهش ورقة مش يقدر أشيد الورقة منه لو أنا عامل تشغيل السيستم هيجي بعد ستين دقيقة تحديدا بعد ستين دقيقة وهيقوم قافل الاختبار عن الطالب هيحفظ إجابات الطالب ويقفل الاختبار عن الطالب طب الطالب لو أنا بقى كنت عامل إيقاف تشغيل في الحالة دية كل الطلاب اللي هيسلموا بعد الساعة 11 بعد ستين دقيقة يعني هتظهر عالمة العالمة البرتقالية اللي هي معناها يحتاج إلى تقديق يبقى لابد حضرك تدخلي تعملي حاجة ترسيلي بنفسك يعني بعدما كان الطالب اللي هيرسل أو أخلي السيستم يرسل ولا أخليت الطالب أرسل ولا السيستم يبقى مين التالت بقى اللي يقدر يرسل حضرتك بقى والأستاذ هو اللي يدخل مجبر إنه يدخل يرسل المحاولة الطالب علشان درجة الطالب تصع دي الحالة الأولى الحالة التانية اللي زي ما قلت لحضرتك اللي هي تاريخ الاستحقاق ياريت نوقف تلقي الاستحقاق خالص علشان ده بيعمل مشكلة طيب الحالة التالتة حضرتكوا معايا إيه الحالة التالتة اللي ممكن تعمل يحتاج إلى تقدير وحضرتكوا معايا كده هي مش موجودة في الاعدادات هنا يبقى في حالتين في الاعدادات وفي حالة تالتة الحالة التالتة نوع السؤال حضرتكوا فيه أسئلة يعني مثلا صواب وخطأ true false أو المتعدد لاختيارات ده السيستم بيصحح ويده درجة بغشرة لكن السؤال المقالي السؤال المقالي سيد دكتورة بلقسمة قالت كده الأسئلة المقالية تمام أو الإجابة المختصرة الأسئلة ديت بتحتاج إلى تقدير يبقى حضرتك تعرفي كده لو وضعت سؤال مقالي يبقى لابد كل محاولات الطلاب هتبقى متوقفة على إن حضرتك تصححي هذا السؤال في كل محاولة وتعطي درجة تعطي درجة لكل للنوع ده من الأسئلة في كل محاولة علشان السيستم يستكمل الدرجات ويقوم مد درجة لإيه للطالب أو يظهر الدرجة للطالب ده بالنسبة للثلاث حالات اللي هم خاصين بي يحتاج إلى تقدير طيب أفي أي أي تساؤل تاني لحضرتكم أتمنى أن الأمور تكون واضحة أتمنى أن الأمور تكون واضحة دكتورة فايزة في أي سؤال قبل ما أوقف الميكروفون ألف شكر لحضرتك يا دكتور شكرا العاف طيب نبتد بها إن شاء الله دلوقتي إن شاء الله لقاءنا وإحنا العدد الحمد لله العدد عندنا الزملاء نضموا لينا حابب أوضح لحضراتكم أن طبعا النهاردة في اليوم الرابع في الأسبوع الرابع عندنا التدريب بتاعنا إن شاء الله النهاردة وفي دورات خلال هذا الفصل الجديدة لأن البعض يعني جالي تساول قبل كده إن ليه الدورات مقررة أولا حضرتكم الدورات تكرر لأسباب الأسباب إن في بعض الزملاء ما حضروش المحضرات دي أبدا لذلك إحنا بنكرر الدورات علشان إيه علشان الزملاء إلي هما ما حضروش الدورات دي قبل كده أول اللي بينضموا حديثها للجامعة النقطة التانية في دورات جديدة يعني من ضمن الدورات الجديدة يعني دورة التلعيب اللي كانت أمس للدكتور سامي دي كانت قدمت مرة واحدة بس الفصل اللي فات دورة النهاردة قدمت مرة واحدة الفصل اللي فات أيضا هتجدوا حضراتكم إن في دورات جديدة يعني على سبيل المثال في الأسبوع نوضح برضو هنا في الأسبوع السابع مثلا تصميم وإنتاج العروض التعليمية التفاعلية إن شاء الله أنا بقدم ديت ستقدم لأول مرة إن شاء الله خلال الفصل ده وهي بتتعامل بالأخص مع الباوربوينت وحضرق يعني هتقوله إزاي يعني ده الباوربوينت بسيط وسهل إحنا مش هنتكلم عن الباوربوينت بالشكل اللي هو إزاي نونشي يعني عرض ونعمل قايمة فايل ويملف وإنشاء لا هنتكلم بشكل تاني خالص وبشكل عملي وبأمور إن شاء الله تبقى إيه تبقى بسيطة لكن مفيدة جداً لحضراتكم إن شاء الله أيضاً هتجدوا حضراتكم إن في الأسبوع العاشر إن في دورة الزكاء الاصطناعي أو الحضراتكم هتشوفوها في التعليم الجامعي بإذن الله ففي بعض الدورات الجديدة إن شاء الله اللي حضراتكم هتشوفوها معنا المهارات اللي احنا بيتكلم فيها يعني على سبيل المثال وإحنا يعني لو بصنا في نشوف هنا منفق أو نبص على فايلز عاوزين إن احنا ننمي مهاراتنا مع بعض ونطور مهاراتنا مع بعض أنا أهدر حضراتكم مثال المثال ده مش موجود في الجدول اللي احنا نشرحه النهاردة لكن الفكرة ببساطة ده مثلاً Excel احنا عاوزون نطور مهاراتنا في الExcel وفي الPowerPoint وفي كل التولز اللي هتساعدنا في عمالنا وهتساعدنا على نظام يعني في العمل على نظام التعلم إيه الإدارة التعلم اللي يكترون في Blackboard وخاصة كمان جزئية التقارير فممكن في جزئية عند حضرتك انت مش مهتم بيها حضرتك لكن نتيجة انها مش موجودة في عملك أو في مهامها لكن موجودة في مهام إيه لبعض الأخر فلذلك أنا بدي مثال دايماً بسيط إن الExcel فيه أسرار وحاجات مهمة جداً خاصة اللي بيشتغلوا في التقارير أو في تحليل البيانات ف حضرتك ما تتعبش نفسك دايماً اعمل سيرش على النت على اليوتيوب وشوف ايه الجديد الشيء اللي بياخد خمس ساعات عمل ممكن تعمله في دقيقة في دقتين لذلك مثالي يعني أدى مثلاً أسماء حضرتكم هوت معانا في التدريب النهار فمثلاً أنا دلوقت أو حضرتك محتاج تجيبي الاسم الأول على سبيل المثال الاسم الأول من الأسماء أو الاسم التاني هل حضرتك هتقعد تكتب كده بإيدك إبراهيم مثلاً وبعدين تنزل تحت تكتب مثلاً دكتورة أبو سريع واخد بالك الفكرة هنا في الموضوع إن حضرتك تكتب الاسم الأول أنا بس خنا نمسح لأن هي كتب معمولة قبل كده هتكتب حضرتك الاسم الأول هتكتب الاسم الأول وبعدين تجي في قائمة data هنا وتعمل حاجة اسمها Flash Fill Flash Fill Flash Fill هتلاقي حضرتك عملت إيه هي Automatic أنت بس اديتها الاسم الأول وهي عملت لك الإيه عملت لك التقرير أو غابت لك بقية الاسماء مرة واحدة فأنا حابب بس أوضح لحضرتك إن المهارات دي مهمة مهمة جداً المهارات ديت مهمة جداً ولازم إن إحنا نستفيد ويا ريت وأنا شغال كمان لو حضرتكم في مهارات أو في مواقع أو في تطبيقات نفيد بعض إيه بيها ونحدث نحدث جدول المهارات بتاعتنا ده ده جدول أنا اشتجلت عليه وتعبت عليه فترة يعني فترة مش كبيرة لكن علشان أفيد حضرتكم وعايزين نحدث إيه الملف ده والملف ده بإذن الله في نهاية اللقاء على جروب الواتساب هرسله لحضرتكم بإذن الله كابدي اف كورد علشان اللي حابب يعدل واللي حابب يزود واللي حابب يضيف وبعدين يرسل لنا آآ وكلنا نستفيد من المهارات ده إن شاء الله بإذن الله ترجمة نانسي قنقر